على أي حال دلوقتي خلينا نروح ونسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء بصحبة زملتنا لميا حمدين لميا شكرا مصطفى أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتشو موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قدمت تهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبات الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول منعقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك بالتعاون والتنصيق مع مؤسسات الدولة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التسكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليلين من الظهور على قبرية الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحما على روحهما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تدعيات الأزمة العالمية الحالية وخلال اجتماع لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تعدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تم استعراض جهود تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والتأكد من وجود أرصدة كافية وأمنة تغطي متطلبات الاستهلاك كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود توفير مدخلات الانتاج لعدد من القطاعات الصناعية والانتاجية بما يضمن عدم توقف عجلة الانتاج قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي إن جيش بلاده يواصل تقدمه ضد القوات الروسية شرق وجنوب أوكرانيا وأضف زلنيسكي أن الجيش الأوكراني أحرر بلدات جديدة في عدد من المناطق مشيرا إلى أن القتال العنيف مستمر في عدة قطاعات من الجبهة أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيس بورن أن بلادها مستعدة للشتاء وذلك رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا إذا خفض السكان استهلاك الطاقة وقالت إليزابيس بورن أن البرلمان الفرنسي خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأزمة الأوكرانية إن فرنسا ملأت تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وكانت الحكومة الفرنسية حثت السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا خفضت درجة الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية دعت السلطات اليابانية سكان منطقتين في شمال شرق البلاد للحذري بعد إطلاق بيونج يونج صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ ونشهدت السلطات اليابانية السكان بالاحتماء تحت الأرض أو داخل المباني بعد إطلاق الصاروخ الباليستي من جانبها وقالت رئاسة الأركان في سول أن بيونج يونج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه الشرق من جانبه تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول برد حازم بالتنصيق مع واشنطن على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا دخول دول في حالة ركود العام المقبل وأوضحت جورجيفا أن الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية بالحكومات بالاتصاق مع تشديد السياسة النقدية وأضافت أن السياسات المالية لا يمكن أن تضل كما هي في ظل تشديد السياسة النقدية لأن الأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب كل طبقات المجتمع بشكل عنيف انتهى موجة أستامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل